مدبولي الدول تستغرق عشرين عاما للوصول الى مستوى العاصمة الادارية الجديدة يا ابن اللعيبة يا مدبولي طب اللي بيقول ان الدعم هو سبب المشاكل والدول المتقدمة اتحسنت بعد تخليها عن الدعم ده كلام بيقولوه خلينا بقى نشوف كده ايه اللي بيحصل على ارض الواقع في الدول المتقدمة في اوروبا والدول المتقدمة زي ما بيقولو تعالوا نشوف كده مع بعض ونقرأ ونفهم حقيقة الدعم في الدول المتقدمة بص بقى تقديم الاعانات الحكومية لقطاع كبير ممن يقل دخلهم عن الحد الادنى بطاقة شهرية تستخدم لشراء الطعام تأمين صحي مجاني دواء مجاني معونة مالية شهرية تعليم جامعي شبه مجاني كما تقدم دول اخرى مثل كندا والدول الاسكندنافية دي اللي انا مش عادي فقراها دي دعما اكبر للمتزوجين وها معاونات مخصصة للاطفال معلش يا دول مش عارف ايه لان انا انشغلت باللفوق ده وفكرته ان اي حاجات يعني كده رفاهية لا اكسم بالله دي حقوق المواطنين هناك اهو معلش رجعنا والنبي اللي بتاع دي تاني الله الصورة معاك اصلا حاجة حلوة اوي قالك الحكومة بتقدم اعنات للقطاع كبير مما ان يقل دخلهم عن الحد الادنى وبطاعة شهرية عشان يشتروا الطعام وتأمين صح مجاني ودوى مجاني ومعونة مالية شهرية وتعليم جامعة شبه مجاني وقالك فيه كمان دول بتقدم معونات للمتجاوزين ومعونات مخصصة للاطفال اوعى تفكر دي مصر دي الناس اللي بتعتبر ان المواطن عندها مواطن واحد مش مواطن ومواطن بشرطة لا مواطن مواطن واحد عايش بلد واحدة على ارض واحدة يعني دعم وكل اللي انت عايزه من بلدك هتاخده لانك مواطن لازل بلد ده في البلد المحترمة اشتركوا في القناة